كدبنا استمتع دايماً وأستاذ المشاهدين بالحوارات طبعاً في ملفات كتيرة جداً هنتكلم فيها بس الأول لازم نبرك لكم على الفرحة وفرحة الفوز إن أول مرة تقريباً بعد الفوز صحيح؟ أستاذ محمد وأستاذ محمود وأستاذ جمال فعايزين نبرك لكم على الفوز الكبير ده وتقولوا لنا بقى إحساسكم بقى برضو أحب أعرف شعاركم كده وحضراتكم بالتابع المباراة الغالية دي والله هو إحساس لا يوصف رغم المعاناة اللي إحنا عشناها أثناء المباراة يعني إحنا أنا شخصياً عشت أثناء المباراة كل المشاعر اللي ممكن تلايها في الدنيا أول خمس دقائق قلت الأهلي النهاردة صحيح قلت الأهلي النهاردة هيعمل ماتش سكور نتيجة عالية يعني هدف بعد خمس دقائق قلت لا ده اليوم يوم الأهلي بعد الربع ساعة ولا تلت ساعة الأولى ابتديت أقلق شوية على الأداء تبتدى يبقى فيه نوع من السيطرة لنات الزمالك والاستقواز آه ما أنا بقول يعني بعد الربع ساعة الأولى فابتديت دخلت في مرحلة اللي هي القلق استمر القلق معايا برضو وجيه هدف شيكبالا هدف رائع وكل حاجة بس لو جابه في أي حد تاني كنت حابقى مبسوط بيه قوي يعني هو حلوة بس ايه مش النهاردة يعني مش النهاردة الهدف ده المهم طبعا فضل القلق فضل مستمر طبعا حتى الهدف اللي أنا بقول أنه هو فكرني يعني أولا هو تصرف فردي جدا وفكرة جات لمحمد مجدي أفشا أنا بعتقد أنها في لحظتها لأنه هو لم الكرة بطريقة معينة بطريقة حتى محدش متوقعها يعني بعد الكرة تردت من مرمى الزمالك جات قدامه هو لمها واخترق وسط اللعيبة وأحرز هدف أنا عايز أقول أنه من أغلى أو يمكن يكون أغلى الأهداف اللي أحرزها الآلي في الفترات السابقة لأنه هدف مش هقول أنه هو لوحده اللي هو تلاتة ونصف مليون دولار لكن على الأهل له قيمة كبيرة جدا في تحقيقة زي البطولة اللي كان كل الجماهير والنادي الآلي والأهلوية كلهم مستنينها من سنين يعني كل سنة أنت كنت تخسر في آخر محطة بالزبط فطبعا يعني عايز أقول الأهم حاجة في المشاعر دي بقى العشر ده الأخيرة اللي هم كان فيهم قلق رايب برضو اللي هو بعد الهدف برضو وانت قاعد مش مطمئن أنه زي ما حصل ده ممكن يحصل حاجة تاني فانت قاعد برضو فهي مباراة إجمالا مستيرة جدا وجميلة جدا وأجمل ما فيها طبعا تتويج نادي الآلي باللقاء